عايز تغلي كمان وجودك معايا واسألك على مسيرة مصري رائع آخر في الملاعب الأوروبية هو بالتأكيد محمد صلاح رأيك فيها هذه المسيرة الرائعة منذ سنوات بالنسبة المصلاح صلاح بالنسبة لمحمد صلاح محمد صلاح نعم يا رجل إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم أنا أحبه كثيرا أنا أتحدث دائما مع أصدقائي مثل فابريغاس نتحدث طويلا عن محمد صلاح هو لاعب لا يصدق شخصية وكريزما خاصة في الملعب أنا أحب أن أشاهد محمد صلاح كثيرا نعم هو واحد من الأفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي في العالم مين بيحب محمد صلاح أكثر إنت أو سيسك فابريغاس؟ سيسك فابريغاس بالطبع لعب معي أعتقد أن نحن نتحدث عن محمد أنا أحب بطريقة لعبه إنه لعب مبدع لا وأنا أسأل فابريغاس كثيرا عن كثير من أمور كنط القدم عظيم جدا أريد أن أسألك كمان عن تشكيلة هي الأفضل تشكيلة مثالية لعبة جنبك من كل الفرق اللي أنت لعبت معاهم تكون تشكيلة مثالية أنت تكون موجود فيها من أسأل الآن الأمر صعب أحتاج المزيد من الوقت ربما تساعدني أنا لعبت مع الكثير من اللاعبين من الصعب أن أشرح هذا لعبين كنت تحب أن تشاهدهم لا أن تلعب معهم فقط على سبيل المثال يعني تذكر بعض الأسماء مش كل الأسماء أحد حسنا حسنا يا إلهي في الخط الوسط أنا لعبت مع سيسك فابريغاس روبرت بيريس روبرت بيريس روزيسكي تيري أنري بالطبع بيركمب بيركمب روبين فامبيرسي العديد من اللاعبين من الصعب أن أشرح بالطبع برشلونة إنيستا ميسي تشافي سامول إتو كل اللاعبين رائعين أنا كما تعرف في هذا الوقت حينما انتقلت من برشلونة كان الفريق الأفضل في العالم لم يكن لم يمكن أن يوقفه أحد كان فريق كبير بالطبع إن لم تحدث هذه الأشياء في حياتي كان مقدر لي أن أظل في برشلونة أطول فترة ممكنة ولكن ما حدث فقد حدث ولكن هذه فترة رائعة أيضا في حياتي ليس مثل أرسنال بالطبع ولكن كان فريقا رائعا